وبالتالي أنا أعتقد أن التيار الصدري ليس بدعا من الاتجاهات الشيعية الأخرى التي تعتمد التقليد في ذلك وترجع في مستحدثاتها إلى بعض العلماء الذين أحال السيد الشهيد الصدر أعنضى مقامه جمهور التيار الصدري ومقلدي التيار الصدري إلى كثير من بل أحال إلى السيد الحائري وأحال أيضا إلى الشيخ الحمدس حاق الفياضة الموجود في النجف الأشرفهم أيضا يعني فقيهين كان السيد الشهيد الصدر آنذاك أحال الجمهور الصدري والتيار الصدري والذين يقلدون السيد الشهيد الصدر يعني تقول ما معناه أنهم مقلدي السيد الصدر يعودون بمستحدثاتهم إلى الفياض الآن هو السؤال الذي سئل السيد الشهيد الصدر آنذاك وإن نريد الحلقة تستغرق في هذا السؤال هو أنه أنا بالمستحدث بعد وفاة المرجع أو استشهاد المرجع لمن يذهب هذا السؤال سئل السيد الشهيد الصدر فأحال إلى السيد الحائري وأحال أيضا إلى الشيخ محمد صحاق الفياض باعتبارهما الأعلم في الأصول لأن السيد الشهيد الصدر عنده قاعدة أساسية أن الأعلم هو الأعلم بالأصول وليس الأعلم أعلم بالفقه بحسب متبنيات المدرسة الصدرائية التي أرسى دعائم أصولها سيد الشهيد محمد باقر الصدر